السلام عليكم في حصة اليوم سنقوم بأنشطة دائمة في مادة التراكيب الوحدة السادسة أسبوع التقويم والدعم المستويين الخامس والسادس النشاط الأول يستهدف الحالة والجملة الحالية والسؤال يقول استخرج الحالة وبين نوعه فيما يأتي الجمل رأيت الفلاحة منشرحا رأيت الفلاحة ومنشرح رأيت الفلاحة يشتغل شاهدت الفلاحة في نشاط فائق شاهدت الفلاحة خارج منزله انطلقت طفل مسرعا انطلقت طفلك القطار ستستخرجون الحال وتحددون نوعه ثمينتاني يستهدف درس المنادى والسؤال عين المنادى فيما يأتي مع إظهار نوعه وحركته الإعرابية والجمل يا رجلا تمهل يا ماسكا عصفرا أطلق صراحه أصغار لا تعبث في الحديقة أيا فاطمة أنجزي واجباتك أي سائق السيارة انتبه لإشارات المرور ستستخرجون المنادى تحددون نوعه ثم حركته الإعرابية الأنشطة الموالية النشط الأول لخص التمييز الملحوظ والملفوظ والسؤال استخرجي المميز والتمييز وبين نوعهما فيما يأتي الجمل اقتنيت صاعا شعيرا عصرت طنا من الزيت النهر أكثر عمقا قرأت عشر قصص الطالب الزاد فكرا بالقراءة عند جديه اكثر أرض ستستخرجون المميز تحددون نوعه ثم التمييز فنوعه والثمن الأخير لخص التمييز العدد والسؤال جيد معذودا مناسبا واضبطه ضبطا صحيحا الجمل غاب عن التتويج عشر سقيت خمسة في الصندوق تسع وعشرون ركب الحافلة واحد واثنتان شارك في المسابقة سبعة وثلاثون في الواحة مئة حصل العامل على ألف وزع الأستاذ أربعة عشرة قوموا بإيقاف الفيديو وحاولوا إنجاز هذه التمارين نمر الآن إلى التصحيح استخرجي الحال وبين نوعه فيما يأتي أظن أنكم لاحظتم بأن الجمل متشابهة وهذا صحيح إذن الجمل تركتها متشابهة يختلف الحال فقط حتى يسهل عليكم استخراج الحال وتحديد نوعه إذن ولذلك سنقوم باستحضار تعلماتنا للا تعود إلى كتبكم نعلم جيدا بأن الحال اسم النكرة اسم النكرة لأن هناك من يخلط بين النكرة والحال والنعت انتبهوا دائما الحال يكون نكرة ويكون منصوبا أيضا يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال إذن الحال يأتي ليبين هيئة شخص أو شيء ما يسبقه يسمى صاحب الحال والاكتشاف الحال نطرح السؤال كيف نعود إلى الجمل كيف رأيت الفلاحة منشرحا كيف شاهدت الفلاحة في نشاط فائق أو خارج منزله كيف انطلق الطفل انطلق مسرعا أو انطلق كالقطار جيد إذن في هذه الجمل تتضمن حالا الحال أنواع مفرد كلمة واحدة جملة اسمية أي تتضمن مبتدأا وخبر جملة فعلي تتضمن فعلا وفاعلا يعني يتضمن أيضا مفعول به أو جار مجر ثم شبه جملة تتضمن فقط جار مجر أو ضرفا ومضافا إليه الجملة الأولى منشرحا كلمة واحدة ومنصوب إذن مفرد نوعه مفرد الجملة الثانية وهو منشرحا لاحظوا معي هنا الواو هذه الواو تسمى صاحب الحال تأتي مقتردة بالحال جملة اسمية هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب في محل رفع مبتدأ منشرحا خبر هو مرفوع بالضمى الظاهر على آخره والجملة الإسمية إذن نوع الحال هنا جملة اسمية في محل نصب حال الجملة الثالثة رأيت الفلاحة يشتغل يشتغل فعل جيد هذه ملاحظة جيدة فعل مضارع مرفوع بالضمى الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتقدره هو والجملة الفعلية إذن نوع الحال هنا جملة فعلية في محل نصب حال الجملة الموالية شهدت الفلاحة في نشاط فائق إذن يوجد فقط جرمجر ونعت ويبين هيئة صاحب الحال الذي هو الفلاح إذن في نشاط جرمجر فائق نعت والشبه الجملة في محل نصب حال شهدت الفلاحة خارج منزله وليس داخل منزله أو شيء من هذا القبيل إذن خارج ضرف مكان مفعل فيه وهو مضاف منزل مضاف إليه وهو مضاف الهاء مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب حال انطلقت طفل كيف؟ مسرعا كلمة واحدة منصوبة إذن الحال هنا مفرد مسرعا ثم هنا كالقطاري إذن كالقطاري جار ومجرور وشبه الجملة في محل نصب حال نمر إلى النشاط الموالي المنادة إذن المنادة هو اسم يتبع أدوات النداء وأدوات النداء عديدة يا، ايا، هيا، اي، اا إلى آخره إذن المنادة خمسة أنواع مبني على الضم إذن والذي يتضمن اسم علم ونكر مقصودة هذا بالنسبة حركات إعرابي يكون مبنيا على الضم إن كان اسم علم أو نكر مقصودة ويكون منصوبا إن كان مضافا شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة نمر إلى الجملة الأولى يا رجلا تمهل هنا رجلا منصوب وهنا أوجه كلامي لشخص ليس بمعين جميع يعني أوجه كلامي ولم أحدد من هذا الشخص إذن هنا نكرة نوعه نكرة غير مقصودة وحركته الإعرابية منصوب الجملة الثانية ماسكا عصفورا يا ماسكا عصفورا إذن ماسكا هنا منادة منصوب عصفورا مفعول بمنصوب ولكن الجملة شبيه بالمضاف ليس مضاف إليه وإنما شبيه بالمضاف فحركته الإعرابية حسب القاعدة منصوب جملة الثالثة آه صغار لا تعبثوا في الحديقة هنا أوجه كلامي للأطفال الصغار الذين يلعبون ويعبثون في الحديقة إذن صغار نكرة مقصودة قصدت أولئك الأطفال إذن فهو نكرة مقصودة وحركته الإعرابية مبني على الضم أي فاطمة واحدوا معي هنا هناك اسم علم إذن فهو مبني على الضم إذن نوعه هناك اسم علم حركته الإعرابية مبني على الضم ثم الجملة الأخيرة أي سائق السيارة انتبه لإشارات المرور هنا سائق السيارة وليس سائق الدراجة أو الشاحنة سائق منادى منصوب وهو مضاف السيارة مضاف إليه إذن هنا نوع المنادى مضاف وحركته الإعرابية حسب القاعدة الموجودة أمامكم فهو منصوب الأنشطة الموالية التميز في القاعدة التميز اسم النكرة يوضح اسما مبهما قبله يسمى المميز إذن التميز يأتي ليوضح اسما قبله المميز والتميز نوعان ملفوظ وملحوظ الملفوظ يجوز نصبه وجره بمن أو بالإضافة وهو التميز إن كان التميز الملفوظ متى نقول ملفوظا إن كان المميز الكلمة التي تسبقها الإسم الذي يسبقه وزن يدل على الوزن أو الكيل أو المساحة أو الطول أو العدد أما التميز الملحوظ فوجب أن يكون منصوبا وهو ما كان مميز الجملة كاملة سنرى في الجمل اقتنيت صاعا شعيرا هنا صاعا لا أعرف صاعا ماذا صاعا حبوبا صاعا قمحا هنا شعيرا إذن صاعا هو المميز ونوعه الكيل التميز هنا أتى ليوضح نوع الصاع فهو شعير إذن ملفوظ ووجب هنا جاء منصوبا لأن رأينا بأن هناك ثلاث حالات له في حركته الإعرابية عصرت طنا من الزيت طنا ماذا؟ من الزيت إذن طنا هو المميز كان مبهما نوعه الوزن والتميز هو الزيت وهنا أتى ملفوظ مجرور بمن الجملة الثالثة النهر أكثر عمقا هنا لا يوجد مميز مثل الوزن والعدد والمساحة والكيل إذن النهر أكثر ماذا؟ تساعا جريانا لا عمقا إذن المميز هنا الجملة كلها النهر أكثر نوعه جملة عمقا وتميز وهنا ملحوظ وجب نصبه قرأت عشر قصص هنا عشر مادة صورين روايات قصائد لا قصص إذن المميز هو هنا عشر عدد نوعه عدد وتميز قصص ملفوظ هنا مجرور بالإضافة الطالب ازداد فكرا بالقراءة ماذا ازداد الطالب بالقراءة؟ نقدا تحسنا لا هنا فكرا فالمميز هو الجملة وفكرا هو التميز نوعه ملحوظ ثم الجملة الأخيرة عند جدي هكتار أرض هكتار مميز نوعه المساحة وتميز أرض هنا مجرور بالإضافة نوعه ملفوظ ثم نمر لتمي الأخير جد معدودا مناسبا واضبطه ضبطا صحيحا والقاعدة تقول إذن غاب عن التتويج عشر هنا عشر مفرد كلمة واحدة إذن مذكر لاحظوا الخلاصة من العدد الثلاثة إلى عشر يأتي العدد معكس المعدود ويكون المعدود جمعا مجرورا بالإضافة هنا وضعت طالبات مؤند لأن عشر مذكر ووضعت جمعا مجرورا بالإضافة ممكن أن تقول عشر طالبات تلميذات متفوقات متسابقات وهكذا سقيت خمسة هنا خمسة مذكر إذن وعدد من ثلاثة إلى عشرة فعكسه المعدود إذن مؤند وسيكون جمعا مجرورا بالإضافة أشجار حدائق أزهار في الصندوق 29 29 هنا أتى العدد من العدد 11 إلى 99 حسب القاعدة يكون المعدود مفرد المنصوب إذن هنا مفرد منصوب وبما أن 9 مذكر فالمعدود سيكون مؤنتان يمكنكم وضع كنينتان بيضتان محفظتان مقلمتان راكب الحافلة واحد واثنتان هنا حسب القاعدة العدد 1 و 2 يطابقان العدد العدد يطابق المعدود تذكيرا تنكيا وتأنيثا إذن هنا واحد يجب أن يكون رجل واحد ذكر واحد طفل واحد لدينا هنا اتنتان امرأتان تلميذتان أمهتان وهكذا شارك في المسابقة 37 هنا 37 أتى بين العددين 11 99 سبعة هنا مؤنت إذن يجب على المعدود أن يكون مذكرا ومفردا منصوبا لاعبا متسابقا طفلا عاملا وهكذا في الواحة مئة إذن مئة وألف يكون المعدود حسب القاعدة مفردا مجهورا بالإضافة مفرد وليس جمع مجهور بالإضافة هنا وضع نخلتين يمكنكم وضع حديقتين زهرتين كذلك هنا في الجملة ما قبل أخير حصل العامل على ألف ديرهمين دينارين جائزة وهكذا جملة الأخيرة وزع الأستاذ أربعة عشرة هنا العدد أتى مركبا تلاحظون يتكون من عددين أربعة وعشرة عشرة ستكون سنلاحظ ذلك في الدرس الموالي للصفو التحويل هنا أربعة أتى مذكرا إذن المعدود سيكون مؤنة وبما أن العدد بين 11 و 99 حسب القاعدة سيكون المعدود مفردا منصوبا يمكنكم وضع جائزة قصة وهكذا إذن أتمنى أن تكونوا قد توافقتم في الإجابة شكرا على حسن تتبعكم شكرا شكرا